اشتركوا في القناة الاخضر الغومق والاخضر الفاتح وهو لون قشرة الخارجية ولبها الداخلية ذو لون احمر او وردية وتنتشر في لبها بذور صغيرة سوداء اللون تعتبر فكهة البطيخة من اكثر انواع الفواكه التي يتم تنولها في فصل الصيف اذا انها تقلل نسبة العطش الى حد كبير جدا وهناك فواد كثيرة لهذه الفكهة سنتعرف عليها في هذا الموضوع فواد البطيخ تتميز فكهة البطيخ بمجموعة من الفوادى العظيمة والتي تعود على الجسم بالصحة والعفية ومن اهم هذه الفواد ما يليه تساعد فكهة البطيخة لتنظيم ضغط الدم والمحافظة عليه طبعيا وتحمي الجسم من مشاكل الارتفاع ويعد ذلك لاحتوائها على مواد مضاد للأكسادة بالاضافة لنسبة جيدة من عنصري البوتاسيوم والمنغنيز مما يسهل عملية مرور الدم في لوعية الدموية وحمايتها من التصلب ينظم مستوى السكر في الدم وذلك لأن عنصري البوتاسيوم والمغنيزيوم يساعدنا الجسم على إفراز الأنسولين وبالتالي فهي من الفكهة المناسبة لمرض السكرية ولكن بكميات معتدلة تعد فكهة البطيخ من المواد الغذائية التي لها دور فعال في القضاء على ضرر الجذور الحرة التي تؤدي إلى الأصوبة بمرض السرطون ويعزى ذلك لاحتوى هذه الفكهة على فيتاميني ألف وجيم وكذلك مادة اليكوبين المضادة للأكسادة حيث تحمي هذه العنصر الجسم من خطر الأصوبة بمرض السرطون وخاصة سرطون الثدي والقبلون والمستقيم وغيرها يساعد البطيخة لتخلص الجسم من الأملاحة الزايدة نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء الذي يساعد في إضرار البولة وبالتالي تخلص من الأملاحة الزايدة في الجسم كما أن عنصر البوتاسيوم الذي يحتويه يغفض نسبة اليوريك في الدم ويقلل من الترسبات الكلسية في الكلا فيحمي الجسم من تشكل الحصى في منطقة الكلا والتي تسبب الضرر لهذه المنطقة وتؤثر على عملها يحمي البطيخة الجسم من الأصوبة بإلتهابات المفاصل ويساعد على التخفيف من آلامها في حال حدوثها ويساعد في علاجها بسبب غناب الفيتامينات المهمة لصحة الجسم وسلامته وزيادة مقاومة الجسم للأمراض يحافظ البطيخة على سلامة القلب والشرين فالمواد المضادة للأكسادة تمنى حدوث التصلبات التي تؤثر على سلامة القلب وصحته كما أن البطيخ سيعد في تخفيف نسبة الدون والكورسرول في الدم والتي تنعكس بشكل سلبي على سلامة القلب يساعد البطيخة في تخفيف الوزن والتخلص من السمنة الزايدة نظرا لإحتوائه على نسبة جيدة من الماء كما أنه قليل السعورة الحرارية يزيد البطيخة من النشاطة الجنسية لدى الرجال وذلك بسبب إحتوائه على السيترولين وهو الحمض الأمنية الذي يساعد على توسع لوعية دموية مما يسهل مرور الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة وبالتالي وصوله إلى العدوى الذكري بالكمية المناسبة التي تساعده على الانتصاب أتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الموضوع عن العجابكم فضلا إذا استفدتم من هذه المعلومات لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة